اشتركوا في القناة ترأس حزب التجمع واللوطاني الأحرار هذه المقاطعة في شخص طهر ليوسفي بالأجل مناقشات المشاكل والإكرهات التي تتعني هذه المقاطعة نستضيفه السيم مصطفى أفعداس عضو في مجلس مقاطعة الحساني بعد تجربة طويلة في العمل الجمعوي الآن يحط الرحال هو أيضا في التدبير الأشياء المحلي مصطفى مرحبا بك أهلان وسهلا الأخ أحمد أهلان وسهلا بمتتبعي أنفاس بريس وكازا سيتي نحن وراء الإشارات مرحبا بأي سياسة أفعداس بداية واش كنش فرق ما بين العمل الجمعوي والعمل على مستوى التدبير المحلي يعني من خلال شهرين تقريبا تتسير هو الصورة تختلف الصورة من الفاعل المدني أو الفاعل الجمعوي تتغير من يسا تكون في التدبير من يدخل للتدبير المحلي الحكم أننا كنا نتنمارسوا في واحد المجال اللي هو صغير لواحد تخصوص مثلا تنتكلموا على الشباب سنتكلموا على التقاطير سنتكلموا عنه اليوم تتدبر اليومي دي المواطنات والمواطنين داخل تراب عملت مقاطعة الحلحسني اللي هو تراب كبير اللي هو مقاطعة كبيرة ضمن واحد المجال ترابي ورقعة جغرافية اللي تتمتد تقريبا على 42 كلمة المربع هذا التغير أكيد سيختلف بشكل كبير على اليومي دي العمل الجمعوي بالإشكالية اللي ستتعرف المقاطعة الحلحسني مش منتدخل في النقاش هو القضية التعال الطرق وإصلاح التعال الطرق مش موعة من الطرق يعني ستتعيش ذلك الزمن الغابر دي العلاش المشكلة خاصة في الشكل المتعلق بالليساسفا صحيح هو مش غير ليساسفا اليوم من يدخلنا كانت عندنا هذا الرغم للليساسفا ولكن من يدخلنا لقينا أنه مجموعة الأحياء مش غير ليساسفا كان أحياء كثيرة داخل الحلحسني اللي تتعاني من ضعف البنية التحتية من ضعف الطرق من ضعف المرافق يعني لقينا هذي الأمور هذي وحاولنا يعني خلال هذي الأشهر الأولى اللي إحنا بدينا فيها يعني لقيناها باش ما نكونوا شا نتنديرو يعني كانت واحد العمل اللي الدار خلال المجالي السابقة ولكن كان بلنا أنه ما زال خص العمل أكثر ما زال خص تغطية الجغرافية ووحد تغطية مجالية لجميع أحياء باش الشواع ديالها أو الأزيقات ديالها تأهل وتكون في المستوى ديال المدينة بحجم مدينة الدار بيضاء أحسنت بأن المنطقة جاءتها لما دخلتها للمدينة الدار بيضاء صحيح مدخل 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 ما نقبلش اليوم أننا نلقاوا العدد ديال الحفر اللي يتجاوز عدد ديال الشوارع ولينا تندوزوا في الحفر ماشي في الشوارع وبتالي باش نتجاوزوا هذي المسألة هذي نحن تنعيشوا في هذه المنطقات تزادينا فيها وخلقي فيها عارفين مشاكلها وعارفين أنه أنا تنقدر نقول لك الحي اللي أنا فيه الزفت ما تدارش فيه من 1997 وبتالي المجلس الأول المجلس الثاني المجلس الثالث وهذا هو المجلس الرابع يعني اليوم تنقولوا هال المشاكل اللي عندنا عارفين المشكلة أنه وراها خصنا تشخيص دير هذي ونعطيه الأولويات مثلا الأحياء اللي متضررة نجو الأقل تضرران ونحن غادين باش نغطيه المجلس الجغرافي ديال الحي الحسني ككل وده بمخلال المدة تعشوهرين وش عندكم دهتوش اتصال مع مجلس المدينة مع شركة تعتيئة تفتحتوا النقاش أكيد تفتح النقاش تفتح نقاش تصيد رئيس السيد الحج الطهر اليوصفي بحكم أولا هو يعني كرئيس ديال المقاطعة وكعضو درجة مع الضربدة وكينا يعني في اتصال مباشر مع العمدة ديال الدربدة كان اتصال يعني بشكل مباشر بخصوص بعض الشوارع الرئيسية حكم ان الشوارع الرئيسية وهي من اختصاص جامعة الدربدة وبالتالي كان هذا الاتصال باش يتحلو هاد المشاكين عير باش يعني مضحو هاد المسألة هدي وانا من يبدينا اشغال على موالسوا طريق جديدة وقال لي على موالسوا بنوسينا كان واحد ترويج ديال وخصنا زفت كامل وخصنا هذي هذي برمج هذي هذي الشوارع جات يعني في إطار يعني لالتصال المباشر باش نحلوه المشكلة الحالي المشكلة الحالي هو انو عدنا الامطار تدارو الحفار وكل الحفار يعني بشكل سانويتي تتعاود في ذاك المنطقة يعني باش نحلو هاد المشكلة هادا كين هاد المخصص المالي ليا الزفت اللي مخصص الحفار ولي جا اليوم جاعله موالسوا طرق جديدة يعني شريع عبدالله إبراهيم من البداية دياله ومن الاروكاد تالي ساسفا يعني كم دخل غايت تحيدوا هادو الحفار كاملين هذا جا كيف مما قلت باتصال ديال سيد الرئيس مع رئيس الجامعة بنوصينا كذلك بنوصينا وصلاحي الحسني لشريع كان تواعي تعيش تدهور بشكل كبير تنجيو من شريع غاندي تال سيد عبدالرحمن شريع مزيان ولكن من شريع سيد عبدالرحمن باش ندخلوا للباركة ندخلوا للباركة لقينا تدهور ذلك الشريع تاوه تبرمج وغير يمشي تال نهاية ذياله غير يمشي تال باركة تال يساعد الخير بالضبط باش يكون الشريع كامل في الوضعية ذياله تال واحد الشريع اللي تابع لكم المقطع ذياله وتابع لكم الترق لي تدير الرحمة يعني شريع فاطمة عوام الجزء اللي تابع الحسني سوى تعيش واحد الوضعية اللي ماشية نعم اكيد انه وحنت كين اشغال ذيال ام رابع كامل انطلاقا يعني من مدخل ذيال الحسني كين ام رابع اللي فيه اشغال ذيال الباصواي حافلة الجودة حافلة الجودة يعني هاد الاشغال اللي تتصمر يعني مصمر باش يكون تهيئة ذيالها وتهيئة ذيالجانبات ذيالها كذلك هذا انتداف ذيالجانبات ذيالجانبية المحلية كازا ترانسبور اللي بتاتشغل في هذا الاطار هذا وكين وعود من عند الشركة انه تنتهي الاشغال سواء في اخر شهر 12 او البداية ذيالجانبات شهر واحد تنتمنوا انه في 2022 او اخر سنة 22 لا فهد 21 تنظروا الى 21 باش يعني تفتح طريق وتكون طريق مؤهلة اللي يعني الاستعمال اليومي بشكل سالس ناعدنا المقطع الى حدود لا ركاد الطريق المداري اللي تفصل ما بينه وبين الرحمة هذي الطريق يعني كين الالتزام وهذا الالتزام اللي كان وقف عليه سيد الرئيس انه يشوفه مع السيدة عامل عاملة مقاطعة الحسني وبالحضور ديال ممتلين ديالشركة باش يكون هاد تسريع بالعامل وبالجودة كذلك مبغينش تسريع احي دائما انت تسريع تسريع بالجودة المطلوبة باش يكون مؤهل هذك الشريع اللي استعمال اليومي ديال المواطنين والمواطنين حيحة سريم من المناطق اللي عرفت واحد مجموعة من المشارع السكنية في هذه المنطقة ولكن بالموازنة ما كنش مساحة خضراء ما كنش حضائق وكأن يعني السكانت يتعاقبوا يوميا في هذه المنطقة هذي هو هذا اشكال اشكال ذيال التراخص اللي ما عندناش ليد عليه للمستوى المقاطعة ما كنش بالتالي لكن دبقوا اللي عندكم السلطة انكم ترافعوا انكم تدافعوا انكم تدافعوا اكيد سيكون ترافعوا اكيد ستكون المطالبة بتخصيص هذه المخصصات يعني المساحة الخضراء والفضاءات والمرافق اللي هي تكون تابعة لمجمعة السكنية بحكم اننا نحن من طاقة اللي مفتوحة على التعمير سواء نفح الحسنية لساسفال رياض صوفيا وهذه الأحياء مفتوحة على التعمير وبتالي خصاء المواكبة ديالها بالمرافق من التكلم عن المرافق عندنا المؤسسات عندنا الدور الشباب عندنا المراكز ديالتكوين كذلك المساحات الخضراء اللي يجوز اللي يتززق من المجال العيش اللي يخصو يكون توفر للساكنة اللي تتساقر في هذه الأحياء السكانية وكيرو حد موشكي اخر تواديك السوق سنوات نحن نتسبع على إعادة هيكلتات السوق تتعرض الحرائق متكررة واش فتح توادي الميلة بالنسبة للمقاطعة ديالكم هو تفتح من بعد الحرائق اللي كان شهدوه السنة الماضية كان تفتح النقاش وتمتأهيل السوق يعني بشكل جزئي خصا في الواجهة دياله يعني في بعض المرافق دياله تمتأهيل دياله وإن شاء الله يعني كام جليس جديد ضروري غير يطرح هذا الملفات ديالأسواق كاملين ماشي غير رؤونه منها جميع الأسواق اللي هي أسواق جماعية وتابع الجماعات الضربية وتابعنا داخل تراب المقاطعة سيتم تفتح النقاش فيها من أجل تأهيلها من أجل تنظيم ديالها من أجل تطوير ديال الفضاء ديال الاستقبال ديال المواطنات والمواطنين ديال الحياة الحسنية بعد دمجش على اللي ساتفة مع الحياة الحسنية الكثير تأكد أن المشكل أن اللي ساتفة منطقة محقورة ما كانش أنها ضد دم الحياة الحسنية خاصة حسافة بدقة استقلالية دياله ما بقى هذا الطرح مطروح معكم سما كمجلس جديد هذا طرح جايدة السؤال له الفرق من الجمعوي و المنتخب نحن في الإطار الجمعوي هو أنه كنا نطلبه بالفصل ديال الجماعتين بجوج أو المقاطعة ديال الحياة الحسنية تفصل على يعني العهد السابق قبل من 2003 اللي كانت جامعة الحياة الحسنية كجامعة قائمة الدات و بلدية لساسفة كذلك قائمة الدات بميزانية ديالها خاصة و التدبير ديالها بشكل خاص يعني المعاناة ديال ديال هال المقاطعتين بجوج ولا هال الجامعتين بجوج مني تم الدمج ديالهم تخيل معي أنه كنا تنسيروا الجامعات ملايار ديال ديال الدراهم و اللي تنسيروهم من 2003 تل 2015 قريبا تنسيروها بمينحة ديال سبعة المليون ديال الدراهم يعني سبعمائة مليون ثمينمائة مليون قاع في أقصى تقدير هاد المينحة اللي كانت هزيلة و مكانش تقدر تغطي التورا بكله ديال المقاطعتين بجوج تنسيروه على تنين وربعين كلمة مربع كيفاش غتقسم لها سبعمائة مليون سنتيم يعني في المجلزة 2003 ل2009 و من 2009 ل2015 هذي المينحة اللي كانت منحة اللي كانت تتخصص الحي الحسني في ذاك الفترة وبالتالي كانت هاد تترع على الخدمات الأساسية والمرافق الأساسية ديال المواطنة ما لقيناش تغطية المجالية ما لقيناش توزيع ديال الزفت بشكل عادي ومتساوي على الأحياء ديال المنطقة ما لقيناش تف الدربدة كجماعات دربدة وهذا اللي كنا تنعيبوه على التدبير ديال وحدة المدينة انه ركز على المركز وخلال الهواميش والمحيط ديال ديال الدربدة ماشي غير الحي الحسني متضروع المحيط راح شاريت جماعة محيطية محيطية عاشت تهميش من طرف المدبر ديال الشأن المحلي والشأن ديال الدربدة بالخصص ولكن دب حاليا تنتمنا في المكسب تعمل مقاطعات الحي الحسنية منتج جمع الوطني الأحرار العمدان من نفس الحزب يعني مفروض أن يكونوا حد تنسيق ولا غا تقعون ومفروض أن يكونوا خاطئة رغم أنه كان تمتيلية على مستوى الحزب في تقريبا جمع المقاطعات ولكن مقاطع الوضع كما هو انا غتكلم منكم بغيش نتكلم بإسم تجمع الوطني الأحرار بحكم أنه التحالف له عندنا المستوى المحلي ماشي غير تجمع الوطني الحال عندنا تحالف روباعي اللي فيه الأصل والمعصرة فيه السقلال وفيه حزب الأهل داخل المقاطعة وتقريبا نراه هو اللي نفسه على مستوى مستوى جماعة الضربدة هل تقدير تحدث السورة؟ نعم تحدث السورة لم يكن أصلا تمتيلية على مستوى الحل الحسني وبالتالي التحالف كامل تشتغل على مستوى الجماعة الضربدة على مستوى مجلس العملاء وعلى مستوى مجلس الجهة ونزيد أنه لتكون رسالة للمواطنين من خلال هذا البرنامج داخل الجهة تبرمجات ويعني التساؤل اللي كانت تروح على مستوى طرق جديدة عناش درنا غير الحفار فالطرق جديدة تتعرف ثلاثة ديال التدخولات التدخول الأول هو كزاء مناجمو في الشريط اللي من عزبان تل تل اساسفة ثلاثة هذا اللي تم تهيئة دياله تهيئة داخل الأحياء اللي غي تهيئ بشكل شامل فيه الزير فيه تروتوار فيه الأسفالت على مستوى الجانبات فيه الإنارة العمومية بجودة ممتازة وفيه الجزء الآخر اللي غي ينطالق من اللي ساسفة تل خيطة اللي البرمجاتو جيهة الدار بضاست ويكون المواطنين يزيدوا صبر المشروع مبرمج هذا الشيء لماذا كانت تغطية الحوفار والترقيع ذلك الحوفار حينت مبرمج الشريع كامل طريقة كاملة مبرمجة من اللي ساسفة تل خيط البرمجاتو جيهة الدار بضاق في الميزانية ديال 2022 وغيتم تنفيذ دياله سنة 2022 ان شاء الله تحتاجوا شوية الصبر من المواطنين ومواطنين باش يتنفذ على أحسن وجه ويكون يتميق بالمدخل ديال الدار بضا كامحور أخير وقضية اللي ساسفة والحي الحسنية تعرف واحد موجة على الباع المتجولين علش اللي ساسفة أو الحي الحسنين ما خادش نموذج غيرت على البرمجاتو مثلا تسبني واحد أسواق نموذجية التي تتحسن من صورة وجمالية هذه المنطقة هذا إشكال اللي يمتروح على مستوى العقارة بحقم أن الحي الحسني قتل الحي الحسنية في العقارة لا معدناش عقارة نعاني من ضعف العقار اللي ممكن أن نحطه فيه بحالة المشاريع كانت تجارب على مستوى بعد مدارة الليجان الإقليمية لتنظيم الباع الجائلين على مستوى عاملة الحي الحسني قدرت واحدة ربعات تجارب في شارع ملوية لتنظيم الباع الجائلين في الفجر وفي السعادة وفي الوفاق هذه ربعات تجارب لتحقق على مستوى المحلي ولكن لا تحلش المشكلة لا تحلش المشكلة المشاريع الذاتية بشكل صغير ليس صغير التوجه اللي ممكن أن نمشي فيه هو أنه نحقه هذا كل أسواق القرب أسواق القرب داخل الأحياء بالتالي تكون تتنظم لا تستغلش المجال الترابي واسع لا تحتلش الشارع الآن بشكله ليس صامير يكون بوحد تنظيم اللي ممكن أنه يكون متفق عليه وفي الحوار إن شاء الله اللي غيكون مع المتدخلين ومع الفاعلين في هذا الإطار هذا يكون هاد الحلول تنقش معهم بشلقوا حل مهائي وسيغامو الشاركة لحل هاد المشاكل على مستوى ليساسفا بقي عدنا الإشكال ذي الأرض سلباوي اللي هو إشكال حقيقي اللي تنتظم أنه يتحل غي حللنا هاد مشكلة بشكل مهائي غي حللنا المشكلة ذي الباعي الجائنة على مستوى ليساسفا باقي الأحياء كما قلت عدنا الإشكال ذي العقار ممكن أننا القولي سيغة مشاركة مع الفاعلين المحليين اللي باع المؤلجائلين مع الفاعل الترابي على مستوى العملاء ومع الجهاز المنتخب للمجليس أو الجامعة الضربية شي بستطفى شكرا جزيلا على قبول الدعمة مرحبا متتبعي قناة أنفاس برسي إلى الحد نقول لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج كازاتيتي ترجمة نانسي قنقر